بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج وأيامكم سعيدة بولادة سيدنا ومولانا علي الأكبر عليه السلام لقضاء الحاجات مهما بلغت قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الأعلى مرة واحدة وبعدها 15 مرة سورة التوحيد في الركعة الثانية يقرأ بعد الحمد سورة الزلزال مرة واحدة و15 مرة سورة التوحيد في الركعتين التاليتين تقرأ بعد الحمد سورة التكاثر مرة واحدة وسورة التوحيد 15 مرة ثم تطلب من الله سبحانه وتعالى حاجتك فإنها مقضية حتما إن شاء الله بضمان النبي صلى الله عليه وآله وهذا مضمون بضمان النبي صلى الله عليه وآله فجرب ولا تشك برنامج صباحات أولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام سورة التوحيد